اكثر من 100 مليار دولار ميزانية العراق و13% من سكانه يعيشون في العشوائيات بحسب احصائية لوزارة التخطيط التي افصحت ايضا عن وجود 52 الف مسكن عشوائي في العراق يقطنها نحو 3 ملايين و300 الف مواطن انتشار المساكن العشوائية وتشويه المعالم الحضارية والتجاوز على القطاع العام والخاص لم يكن عبثيا ولا برغبة قاطنيها بل يعد نتاجا طبيعيا لعجز حكومات سابقة بتوفير مساكن لهم ولكن الغريب في الامر ان البعض ممن يقطنون تلك المساكن المتجاوز عليها يعمدون الى تأجيرها لعوائل اخرى تقطعت بهم السبل اكثر من 17 عاما ولم يتم اضافة زقاق واحد او حتى بيت ضمن مخططات دوائر البلديات في المحافظات او حتى العاصمة الامر الذي يؤكد غياب التخطيط العمراني للبلاد من قبل الجهات المعنية التجاوزات يصير بالمناطق خاصة مو بس مناطق الاطراب بغداد حتى بنصف بغداد يصير العشوائيات التجاوزات صوش الدولة الدولة اللي تفتح المشاريع وتفتح الدعم للشعب وتطيع اراضيه وتطيع املاك وبيوت نفصل على التجاوزات وعلى مجلس النواب انه ببس يقعدون بالقاعة ويسولفون خلي حلو المشاكل الشعب والتجاوزات التصير حلحلة ازمة السكن وعود يسمع بها محدود الدخل والفقراء والمشردون والعاطلون عن العمل منذ عام 2003 الا ان الواقع يشي بان الامر لا يعد في كونه تخديرا للأعصاب لا اكثر او لربما دعاية انتخابية تكسب عبرها بعض الاطراف اصوات الطبقة المعدمة الاراضي الزراعية والعشوائيات اللي زادت بغداد وباقي المحافظات نتيجة انه عدم دعم الدولة للمواطن من هالناحية الحقيقة احنا فرحانين بعمل الدولة بالمرحلة الحالية باتجاه خدمة المواطن بفوايق الطاعات يا ريت انتبهون على موضوع المواطن اللي ما يملك ملك بالوقت الحاضر الفساد المتجدر وسوء الادارة افقد المواطن الشعور بالامان فالامن هنا لا يقصد به تهديد الحياة بقدر من انه تهديد للعائلة وكينونتها فالبيت او ما يسمى بالوطن الصغير بات حلوما لن يتحقق حتى وان بذلت في سبيله الارواح فهل ستنفرج الازمة ام سيبقى المواطن في العشوائيات سؤال تجيبنا عنه قابل الايام